موسيقى الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد ختم زياراته الرسمية إلى الأردن موسيقى الأمم المتحدة تثني على جهود مصر لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا موسيقى اليوم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وصى إجراءات أمنية استثنائية موسيقى الثانية صباحاً الثانية عشر بتوقيت رينيتش موجز إخبارية أتيكم من القاهرة أهلاً بكم عاد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد ختم زياراته الرسمية إلى الأردن التي استمرت لمدة يومين والتقى خلالها مع العهل الأردني ورئيس الوزراء الأردني لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكد رئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني بشري الخصاونة عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز علاقات البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار ألية التعاون الثلاثي مع العراق هنى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس الأغندي يوري موسيفيني ومنسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وأكد الرئيس في برقية له أن فوز موسيفيني بفترة رئاسية جديدة سيتيح له الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبه معربا عن تطلعه للعمل معه خلال الأعوام المقبلة لفتح أفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق أمار وطموحات الشعبين الشقيقين أثنة المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفني ويليامز بالجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا وأكدت ويليامز خلال كلمة لها عبر الفيديو كونفرنس خلال اجتماعات المصاري الدستوري لوفداء البرلمان ومجلس الدولة التي ستضيفها مصر أكدت ضرورة اتفاق وفداء البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظرا لأهمية ذلك وارتباطه بمخرجات المصارات الأخرى وأشارت ويليامز لأنه في حال عدم التوصل لاتفاق للمصاري الدستوري فسيكون لذلك تداعيات سلبية جدا عن المصارات الأخرى مما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاء أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 603 متعافين من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 1094 حالة وسط إجراءات أمنية استثنائية يستعد الأمريكيون اليوم الأربعاء لتنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن حيث أغلقت واشنطن العاصمة وأقيمت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة كما انتشر عشرات الألاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن كإجراء وقائي وخلال معطبرة صحفية قد المتحدث باسم بنتاجون أنه يتم استثناء أي عنصر مشتبه به من مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن فيما أكد قائد الحرس الوطني الجنرال دانيين هوكنسون عدم السماح بوجود متشددين أو أصحاب فكر متطرف داخل صفوف الجيش مشيرا إلى الاستعداد لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب أعرب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن تفاهمه لمطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع وخلال كلمة له أكد المشيشي أنه سيتم العمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبهم داعينا المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضويين والاعتداء على الممتلكات العامة نهاية الموجز وفي النهاية نوحة علم السادة المشاهدين بأن تردد أكتسل نيوز الجديد وواحد واحد سبعة تمانية خمسة معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة